النهاردة هقول لك على ثلاثة طرق مختلفة تقدر تستخدم بيهم جوجل فيو 3 مجاناً وكمان هشرح لك ازاي ممكن تكتب اوامر بمنتهى السهولة بطريقة اوتوماتيكية وبكل اللحجات خليك معايا الاخر الفيديو واوعدك مش هتحتاج تشترك في جوجل فيو 3 لان كل الطرق سهلة جداً وعلى فكرة ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك وشير يلا بينا نخش في الشرحة على طويل الطرق اللح نتكلم عنها النهاردة لاستخدام موديل جوجل فيو 3 كلها طرق رسمية ولا تحتاج الى استخدام كريدت كارد هقول لك على مميزات وعيوب كل طريقة والحدود الاستخدام في كل طريقة منهم اول طريقة هتكون عن طريق موقع LMA Arena هسيب لك كل المواقع في صندوق الوصف هتعمل حساب مجاني وتضغط على الايكون دي هتلاقي عندك حاجة اسمها Introducing Video Arena ودي ببساطة قناة هم عاملينها على الديسكورد علشان تقدر تجرب بيها موديلات الزكاء الاصطناعي بما فيهم جوجل فيو 3 بالمجان ولكن عن طريق ديسكورد هتضغط على Try on Discord طبعا لازم يكون عندك حساب مجاني على ديسكورد هتضغط على Accept Invite هتظهر لك الصفحة الرئيسية لقناة الديسكورد الخاصة بإللي إما رينا ركز بقى معايا عشان اللي جاي ده مهم هتضغط على اي تشانل من دول فيديو Arena 1 او Arena 2 او Arena 3 هنختار مثلا 3 هتلاقي ان في فيديوهات عاملها اشخاص اخرين لموديلات فيديو مختلفة منها جوجل فيو 3 لكن في نقطة مهمة جدا عايز اوضحها لك ان انت لو استخدمت الطريقة دي مش دايما هيطلع لك الفيديو معمول بجوجل فيو 3 ازاي الكلام ده هنشرح دلوقتي اول شي هتضغط على علامة البلاس اللي في الشات ثم بعد كده هتضغط على Use Apps طبعا انت ممكن عن طريق ديسكورد تعمل عندهم صور لكن مش ده اللي يهمنا دلوقتي احنا عايزين نعمل فيديو او نحول الصورة الى فيديو فانا هتضغط على Image to Video بيطلب مني صورة كمسال انا هستخدم الصورة دي بعد كده في خانة البرومت مفروض ان انا احط الامر بتاعي كتبت بيبي منتهى البساطة رجل مصري يقول بالعمية مصرية النهاردة هقول لك على تدر الطرق وهكذا تعالوا نشوف نتيجة الكلام ده ايه هدوس Enter كتب لي ان هو بيعمل لي الفيديو بتاعي بالصورة اللي انا طلبتها خلينا برضو قبل ما يخلص نتفرج على بعض الامثلة اللي الناس عاملها مثلا ده طبعا جميل جدا وواضح طبعا ان هو موديل جوجل فيو سري لان هو بصوت لو شفنا بقى نفس المثال التاني اللي طالع من نفس الامر المثال زي ما انتو شايفين صامت فاللي عايز اقوله لكم ايه ان هو مش دايما هيطلع لك نتيجة بموديل جوجل فيو سري ممكن يطلع لك مثلا النتيجتين واحدة بكلنج واحدة بموديل اخر فلازم زي ما كنا بنعمل في الصور بالزبط نجرب كزا مرة لحد ما نحصل على النتيجة اللي احنا عايزنا وممكن كمان بعدما الفيديو بيخلص بتعمل فوت لانه نتيجة احسن طبعا بالنسبة لنا النتيجة اليمين هي الاحسن فعطعت هنا فكتب لك اسماء الموديلين اللي استخدموا في عمل الفيديو ده والفيديو ده اللي على اليمين معمول بفيو سري فاست واللي على الشمال معمول بموديل هيلو تو برو طبعا موديل هيلو موديل ممتاز لكن مشكلته ان هو لا يدعم الصوت ممكن مثلا نشوف ده ونأمل ان هو يكون جوجل فيو سري طبعا جميل والحركة فيه رائعة ولكن مفيش صوت يبقى مش جوجل فيو سري والفيديو التاني ايضا طلع معايا بدون صوت ولكن برضو الحركة رائعة جدا والجودة عالية فانا بكرر نفس الخطوات اللي انا عملتها تاني لحد ما اوصل لنتيجة معمولة بجوجل فيو سري او ممكن اعمل داونلود لاي فيديو من دول اقدر برضو ان انا استخدمهم في شغلي ان انا عمل فيديو بالزكاء الاصطناعي عن طريق ان انا عمل مشاهد واركب عليها صوت دي المحاولة التانية تعال نشوف كده لو في واحد منهم جوجل فيو سري فعلا دا اول واحد النهاردة هقول لك على ثلاثة طرق مختلفة تقدر تستخدم بيهم جوجل فيو سري مجانا ممتاز طبعا وهو فعلا جوجل فيو سري انا مشكلتي بس ان هو كال سبعة من الثلاثة بس مش مشكلة وطبعا دي نتيجة الفيديو التاني الحركة فيها كويسة جدا ولكن بالطبع جوجل فيو يكسب لو خدت بالك ان الطريقة دي فيها مشكلة كبيرة شوية ان فيه زي علامة مائية اللي انت شايفها دي بتطلع في الاخر هي مش علامة مائية وهو بيأكل من الفيديو كده سانيتين بيحط الشعار بتاع الامة رينا دي ممكن تشيلها عادي جدا بمنطقة سهولة ببرنامج المونتاج ولو مش عايز تعمل كده ممكن تستخدم موقع زي اللي هسيبولك في وصف الفيديو اسمه online video cutter هتديله الفيديو بتاعك وتحدد المنطقة اللي انت عايز تقطعها بهذا الشكل ثم هتضغط على save ثم هتضغط على save تاني عشان تعمل down load للفيديو النهاردة هقولك على ثلاثة طرق مختلفة تقدر تستخدم بيهم جوجل فيو 3 مجانا وده طبعا الفيديو بتاعنا مقطوع او متمنتج منه الجزء الزيادة الحد الاقصى لاستخدام الطريقة دي هم خمس طلبات في اليوم مش في الشهر وفي حالتنا هنا احنا قررنا الامر مرتين بس يعني فضلنا ثلاث مرات كمان كمان خلي بالك من نقطة مهمة جدا ان كل الناس بتبقى شايفة الفيديو بتاعك علشان تمسحه هتضغط على الثلاثة نقطة دول تختار app ثم delete generation الطريقة التانية هتكون عن طريق موقع جوجل flow وطبعا لو انت بقى لك فترة ما فتحتش الموقع هتلاقي خبر سعيد ان هو مكتوب ان جوجل فيو بقى بيدعم الفيديوهات بمقاس 9-16 او الفيديوهات اللي بتطول فتا طبعا حاجة كويسة جدا هنشيل الشاشة دي لو انت برضو عارف الطريقة دي اصبر معايا لان انا هقولك على طريقة فعالة جدا علشان تكتب بيها الامر المثالي الجول فيو 3 على اي منصة من منصات جوجل سواء ان كات جيميناي او flow او اي منصة تانية وتضمن ان هو دايما يطلع الكلام باللغة العربية وباللهجة اللي انت تختارها لو ضغطت على علامة البروفايل بتاعك هتلاقي ان انت عندك 100 كريدت تقدر تستخدمهم خلال الشهر المية دول تقدر تعمل بيهم خمس فيديوهات للحساب الواحد بموديل جوجل فيو 3 فاست وفي الحقيقة جوجل ما بتقولش اذا كان 100 كريدت دول حيتجدده خلال الشهر ولا لأ هنضغط على new project طبعا لو ضغطت على الاعدادات هتلاقي ان انت عندك بقى مقاس 9-16 و 16-9 هتكتب الامر هنا بتاعك عادي لكن خلوني اقولك على الطريقة اللي هتساعدك في انك تكتب الامر بمثالي هتستخدم الجي بي تي ده اللي انا سايبه لك في وصف الفيديو وده انا اللي عامله وده ببساطة هيسألك حوالي 6 اسئلة وعن طريق الاسئلة دي هيقدر ان هو يكون لك الامر المثالي تعالوا نشوف مع بعض اول حاجة حاوله ابدأ او ممكن اكتب start زي ما انت عايز اول سؤال هيسأله لك اللهجة اللي انت عايز الفيديو يكون بيها مصري سعودي تونسي مغربي هاختر انا مثلا مصري هكتب واحد بس بعد كده نوع الفيديو شخصيات عادية ولا قروض بتتكلم ولا قطط بتتكلم مثلا انا هاختار اخطير عشرة الستايل بتاع الفيديو عايزه يبقى سينمائي ولا كاركاتير ولا انامي ولا كارتون ولا بيكسار انا هاختار رقم 3 بيسألك تحب المشهد يكون فين لو في مكان محدد ممكن تكتبه لو ما عندكش افكار ممكن تكتب له اقترح علشان هو يولد لك فكرة عشوائية السؤال بعد كده سؤال مهم تحب الشخصية تقول ايه في المشهد برضو ممكن تقوله اقترح لكن انا هكتب له الديالوجل للشخصية المفروض تقوله اخر سؤال وده مهم جدا لان ده حيفرق اذا كان الفيديو بتاعك حيطلع صح باللغة العربية ولا حيطلع باللغة الانجليزية او في مشاكل ان انت بتختار من منصة اللي انت بتعمل عليها جوجل فيو 3 في حالتنا دي احنا بنعمل فيديو على جوجل فلو فانا هاختار واحد لان ده حيفرق في الامر النهائي شكله عامل ازاي اداني الخمس اوامر بصيغة جايسون والصيغة دي بيفهمها جوجل فلو افضل وبيطلع نتائج بالعربي احسن هاخد الكلام copy هعمل paste على جوجل فلو خدته زي ما هو بالزبط ونشوف النتيجة ودي نتيجة النهائية جماعة في الفيديو ده هقول لكم على 3 طرق جديدة ورسمية لاستخدام جوجل فيو 3 ببلاش من غير بيزا طبعا نتيجة ممتازة جدا تقدر كمان وانت بتعمل download هتلاقي فيه اختيار جديد اسمه upscale وده ما بيسحبش منك credits هتدوس عليه هيزود لك جودة الفيديو وبعدين بتضغط على download الطريقة الثالثة حتكون عن طريق موقع جوجل ويسك هسيب لك الرابط في وصف الفيديو هتضغط على enter tool ببساطة جوجل ويسك بيسمح لك انك تعمل صور رائعة وهو في جزئية توليد الصور مالوش حدود استخدام وممكن بعد ما تولد الصور عن طريقه تعمل لها حركة او animate عن طريق موديل جوجل فيو سري وليك خمس محاولات في الشهر للحساب الواحد تعالوا نشوف ازاي لو فتحنا الصفحة الرئيسية الويسك هتلاقي في القائمة الرئيسية عندك حاجة اسمها subject وسين وسطايل subject ده ممكن يبقى الشخصية بتاعتك او الشخصيات بتاعتك مثلا هنديله صورة زي دي صورة الفنان عدل امام وحنديله امر بسيط جدا راجل قاعد علاقه في مصر لابس ملابس casual وشكله تعبان الجديد في جوجل ويسك الاختيار اللي انت هتلاقيه بالضغط هنا الاختيار ده وده بيحافظ على نفس شكل الشخصية اللي انت مندهوله الاصل وده مكانش موجود زمان في جوجل ويسك لو جربنا نتيجة الامر ده طبعا كما هو واضح امامكم النتائج بتاعته رائعة جدا ممكن كمان تديله صورة تانية هنا في جزئية ستايل زي دي مثلا علشان ياخد الستايل العام للصورة ويحاول يطبقه على الشخصية الرئيسية بتاعتك فلو جربنا كده طبعا بقى فيه اختلاف اكتر في الصورة ممكن كمان اكبره ان هو يستخدم الستايل بتاع الصورة ده اكتر واكتر كتبتله مثلا use the same reference style فطبعا كما هو واضح النتائج بتاعته بتبقى رائعة جدا ممكن كمان تدمج ما بين اكتر من صورة يعني انا عندي الصورة دي والصورة دي والصورة دي حديهم له هنا في جزئية السبجيكت وحقول له مثلا امر بسيط جدا make them friends اجعلهم اصدقاء برضو عايزك تستخدم الستايل ده طبعا زي ما انت شايفين النتيجة رائعة حافظ على نفس شكل الجشوش بنفس الستايل وكمان الصورة فنية بدرجة كبيرة جدا طبعا اي صورة عايز انزلها بضغط على 3 نقط دول وادوس دون لود نفترض ان انا عايز اعمل تحريك للصورة دي عن طريق موديل جوجل فيديو 3 هضغط على animate زي ما قلتلكم ليكم خمس محاولات في الشهر كما هو واضح مشكلة جوجل ويسك بالذات ان هو في احيان كتير ما بيطلعش الكلام في الفيديو بالعربي فممكن تستخدم ال جي بي تي اللي انا عملها علشان تساعدك انك تطلع امر مزبوط لجوجل ويسك هنمشي في نفس الخطوات اللي شرحناها قبل كده حاول له يبدأ جوبت على اسئلة اللي هو بيطلبها مني زي ما شرحنا قبل كده في اول الفيديو لكن لما يجي يسألني المشهد يكون فين ممكن ارفق له الصورة اللي انا عملها من على جوجل ويسك واقول له استخدم الصورة مرفقة حددت طبعا الشخصية هتقول ايه لكن اهم حاجة في الاخر ان انا احدد منصة ان هي طبعا جوجل ويسك اللي هو اختيار رقم 3 خلي بالك ان في الجي بي تي ده هو بيلتزم بالنص اللي انت كتبته في اول برومبت في بقية الامثلة هو بيديك امثلة من عنده بحوار مبتكر هاخد البرومبت من اوله كوبي وبيست زي ما هو على جوجل ويسك وده الفيديو النهائي تعالوا نشوفه مع بعض كمل معايا لاخر الفيديو واوعدك انك مش هتحتاج تشترك في جوجل فيو 3 لانه كل الطرق سهلة جدا طبعا نتيجة ممتازة عايزكم تجربوا الجي بي تي ده وتقولولي اراءكم في التعليقات علشان اقدر احسن عليه باستمرار ولو عايز كمان طريقة رابعة علشان تقدر تستخدم بيها جوجل فيو 3 ممكن تتفرج على الفيديو اللي ظاهر قدامك على الشاشة واشوفكم في فيديو جديد بإذن الله